عايزين نكمل بقى مع حضراتكم معلومات إضافية غير اللي احنا شفناها في الفيديو جراف الخاص بمرض الحزب ايه المعلومات بقى؟ أول حاجة أهمية الالتزام بالتطعيمات الإجبارية في موعده وأنا بقول الحكاية دي لأنه في ناس بتفتكر أن التطعيمات على فكرة التطعيمات الإجبارية دي تطعيمات مجانية بتؤخذ في مكاتب الصحة مجانا ودي خدمة يعني دولة موفرة وهي دي التطعيمات بالمناسبة الأكثر أهمية يعني هي دي المهمة جدا ففي ناس بتفتكر أن التطعيمات دي عشان مجانا بعض الناس بتفكر كده ما تستغربوش يقولوا ايه مش مشكلة يعني احنا بناخد الحاجات التانية يبقى فيه أهمية كبيرة لا الكلام ده غلط فيه أهمية كبيرة أن احنا نلتزم بالتطعيمات الإجبارية في موعده وكمان نلتزم بالحملات القومية للجرعات المنشطة أحيانا لو ايه فيه إعلان كده عن حملة قومية للتطعيم مثلا ضد مرض شلل الأطفال أو ضد الحق نلتزم بها دي كمان في حال الإعلان عنها وبيعلن عنها في كل حتة وأحنا بيجوا كمان يخبطوا على البيوت يعني تاني معلومة عايزة أقولها أنه من العلامات المهمة أوي أننا لو لقينا بقع بيضة صغيرة شبه حبات الرمل جوه فم الطفل تحديدا فين بقى؟ عند الخد ده بس من جوه يعني ناحية الدروس ده بيكون علامة على اقتراب ظهور الطفح الجلدي اللي هو الطفح الخاص بالحسبة يعني ممكن كل الأمهات تعمل الفحص ده في المرحلة الأولى من المرض زي ما شفنا كده الأعراض واللي بتكون شبه الأن في الوانزة ومعها ارتفاع في الحرارة ركزي بقى شوية وشوفي الحكاية دي اللي أنا بقول عليها الحبات البيضة دي اللي بتبقى عاملة زي الرمل في الخد من جوه والحكاية دي أنا بنبهكم ليه عشان تبقوا متوقعين طفح الجلدي هيحصل إمتى؟ ده إذا كانت طبعا حسب طيب تالت حاجة إيه؟ ضرورة الوعي عند الأمهات في الحجز عند الأطباء يعني إيه؟ يعني إحنا لما بنروح لعيادة دكتور أو ما إلى ذلك سواء يعني المفروض إن إحنا بنتكلم بناخد معاد خلاص؟ في ناس بيروحوا على طول سواء يعني لو اتكلمنا لازم نبلغ الممرض أو الممرضة بالأعراض يعني نقول لهم على فكرة إحنا ابننا أو بنتنا بيشتكوا من كذا 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 ليه الحكاية دي؟ عشان الممرض أو الممرضة دول ده دورهم بقى إنهم بيعملوا حسابهم إن حضراتك لما تيجي هيخلوا الطفل في مكان بعيد عن باقي الأطفال ليه؟ لأن وارد إن يكون فيه في العيادة أطفال صغيرين فما أخدوش لسه التطعيم بتاع الحزبة فيبقى نبعدهم عن بعض فهمتوا قصدي؟ طيب نفترض إن أنت ما تكلمتش في تليفون أو أنت ما تكلمتش في تليفون روحتوا كده زي ما بيقولوا خبط لازق يعني يبقى قبل ما أنتوا تدخلوا قبل ما حضراتكوا تدخلوا حضرتك لو معاك زوجك أو معاك أي حد أو كده بتنبهي الممرض أو الممرضة بتقول لهم أنا ابني بيشتكي من كذا 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 مش مطلوب منك تشخيص ولا الممرض عشاقة لكن بياخد هو احتياطه يروح إيه؟ يعمل حسابه مثلا إن فيه مكان معين ما يبقوش الناس قاعدين كلهم مختلطين ببعض والحقيقة إن في نفس السياق ده أنا عايز أتكلم كلمة برضو مرة تانية يعني عن العيادات المزدحمة لازم يا جماعة نغير مفاهمنا عن العيادات المزدحمة إن الدكتور الزحمة دايبة هو الدكتور الشاطر والدكتور اللي مش عارفين نحجز عنده يبقى هو الدكتور الشاطر والدكتور اللي بنعود نستناع السلم يبقى ده الدكتور الشاطر الكلام ده غلط لأنه المفروض أن الدكتور الشاطر هو اللي بيبدي وقت كافي لفحص المريض وقبل ما يفحص المريض سواء كبير أو طفل يعني بيسمع التاريخ المرضي وده لا يتحقق مع حالة الزحمة دي كلها فلازم حضراتكم تتخيروا الأطباء وما تقلقوش لو روحتوا لقيتوا العيادة ما فيهاش ناس غيركم لأن فيه كتير قوي من الأطباء خصوصا بعد حالة الكورونا ابتدوا يدوا الموعيد المرضى بانفترات وده طبعا قمة التحضر أن يبقى ده حضرتك معادك مثلا الساعة خمسة ونص فيه واحد تاني معاده ساعة ستة واحد تاني معاده ساعة ستة وتلت أو ستة ونص وهكذا إنما طبعا إحنا بنقول يعني المثالي وندعو الله سبحانه وتعالى أن الأطباء نفسهم هم أول ناس يلتزموا بالحكاية دي تمام طيب إيه النقطة اللي بعد كده في حالة تعرض للأطفال أو التعرض للاختلاط بشخص مريض يعني إحنا عارفنا إن فيه شخص مريض عنده الحصبة وابننا أو بنتنا الطفل لقدر الله لسه ما خدش تطعيم يعني لسه صغير ما خدش تطعيم خلاص أو جيه وقته بس لسه ما خدوش في الحالة اللي زي دي بس بحب أطمنكم إنه بيستخدم حاجة اسمها حؤن الجاما جلوبيولين الحؤن دي بتدي مناعة فورية لمدة 3 أسابيع طبعا ده إجراء طبي مش حضراتكم اللي هتعملوه الأطباء هم اللي بيقرروا وبيعملوه أنا بس بقول لحضراتكم الموضوع عشان حضراتكم تتطمنوا التطعيم كمان بيكون عبارة عن حقنة تحت الجلد التطعيم ضد الحصبة حقنة تحت الجلد بيبدأ أثرها على فكرة بعد أسابيع والتطعيم ممكن يعمل ارتفاع بسيط في درجة الحرارة يعني في حدود 6 شرط أو 5 شرط أو طفح بسيط بيبقى غير معزي والتطعيم طبعا هو ضمن التطعيم الثلاثي ضد الثلاثي الفيروسي MMR وهو التطعيم ضد مرض الحصبة والتهاب الغدى النكافية والحصبة الألمانية 5% من الأطفال مش بيستجيبوا للجرعة الأولى من التطعيم عشان كده التطعيم جرعتين والأوضة اللي بيكون فيها الطفل بتكون الإضاءة فيها خفتة عشان التهاب الطبقة الخارجية للعين والداخلية للجفن المصاحب للحصبة بيخلي الضوء الساطع مؤلم للطفل وبالمناسبة كل الموروسات بقى اللي في المدمار ده كلها غلط حكاية إن الأوضة تبقى لونها أحمر والطفل يبقى لابس أحمر وحاجات كتيرة أو مش عايز أتكلم عنها يعني بس كل دي غلط يعني فيه نحن نعرض الأطفال السلام عشان ياخدوا الدور ونخلص وحتى كان فيه حقوق نشراجية مش عارف بالعين كل ده غلط تمام كده؟ قلنا لكم دلوقتي معلومات عن الحصبة بخلاف المعلومات اللي اتكلمنا فيها في الفيديو جراف ترجمة نانسي قنقر